ما هو أنواع القرش اللي كانوا معنا هنا في المغرب ويقوموا في البحورة ذينا سواء البحر أبيض المتوسط ولا الموحيط الأطلاسي كان الشريف 24 نوع القرش لا تخلعش كاملين عدوانين ولكن غير تمنياً اللي يقدروا يهاجموا الإنسان وإذا شفتهم في الماء لا تحاولوا تلعب معهم ولا تزعم إذا تريد تكسب صحتك القرش الأول هو القرش بيق نوز هو الأنف الكبير هذا القرش يقدر يهاجم الإنسان قرش التور وقرش المطرقة وقد تحقق القرش الأبيض، هذه القرش الأول من أنواع القروش الذين تنسوا في البحورة وقد تحقق قرش المطرقة كان عرب� قرش المطرقة وهذا القرش المطرقة خلبي الوضع 嚼치� لذلكExaciones وه remot وكيف يقدروا لكم القرش الأبيض المحيطي تنتجد نوع القرش النامر قرش النامر هذا القرش النامر الذي كان يهاجم السائح الروسي الصغر في مصر وهذا الفتعوي fazол grab أنه يهاجم الإنسان بمعنون القرش النامر هذا النمير يأكل كل شيء تخيل أن أي حاجة يأكلها في الماء يأكلها كما أن القومة مات تشيز بالي إذا كان مليوح في البحر حتى هو يأكلها هذا النمير يأكل بزاه العلماء يأكل بأنه يمشي يتبع الأعاصع تخيل ما هي إعصار يضرب أحد الندينة يمشي يتبعوه لماذا أنا أعرف هذا الإعصار و هذه الكاريتة ستخلف من وراء وحد الخسائر وذلك سيأكل في الماء ثم يأكل ماء يأكل الأموات يأكل أربع أموالقرش كل نوع تأكل أموالقرش النامر كانوا هربوا من أجهة الإعصار و لكن الحمدية يأكل الأموالقرش سيكون وبدأ أسدف الماء لهدى كم يأكل الأعاصر فلكم يديد أن القرش و بالتشيء مع الأموالقرش والطريقة الغريبة هو كيف تولد القرش كيف تـ تبيض في الكرش وهذاك البيض كيف يوقع عليه كيف يفقص وهو ما زال في الكرش دياره عاد من بعد مين يفقص وكيف يخرج هذاك القرش صغير عاد هيكة ولده سبحان الله على العديد ويساوتك شحال ديول كين من النوع ديال القرش في العالم كام كين تقريبا خمسمائة نوع ايه يا شريف مئة وثلاثة واربعين منهم وهدا دي بالانقراع والاحجام ديالهم مختلفة كين كبير و كين صغير اصغر قرش كتاشفوه هو بالحجم ديال الانسان اسميته قرش الفانوس القزم لانه يشعر بالضب من الزعانف دياله و الديالة دياله علاش لانه كيعيش في العمق ديال 400 متر وفونده والتحت كما نعرفو كين غير الضلام لانك هذو الكائنات كيعيش في هذا الضلام كاملين ولا الاغلبية ديالهم كيعيشعر بالضبط سبحان الله على هذين اما اكبر قرش شحال تقوله طول دياله هو قرش الحوت والطول دياله 12 متر خوض مثلا السدادر اللي عندكم في البيت كل سداري فيه جوجو متر تخيل معي ان الحجم دياله كيساوي 6 تسدادر اللي عندكم في البيت وتخيل معي قداش كان الحوت و زيدك هذي القرش كيعيش في جميع البحورات للعالم كامل ما كيخليك تشي بلعصب اي بلعصب اي بلعصب شديد تقدر تلقاه نوع او لجل انواع او لجل انواع و كيعيش حتى تحت تلج الليكين في القطب الشمالي و زيدك هذي اسماك القرش عندهم حاسة سادسة و انهم عندهم مستقبلات كهربائية في الراس ديالهم اي انهم كيقوموا بالاستشعار ذي المجالة الكهروميغناطيسية وايضا كيحسوا بالحوق والكهربائيين منبعيتة من الحيوانات ولا من اسماك اللي محيطة بهم واحد الحاجة ما عدت عارفين او لا هو ان اسماك القرش اسماك صامتة زي زونة ما كتدويش بحيث انها ما عندهاش اعضاء اللي كتنتج الصوت سبحان الله علي و كتتواصل مع بعضياتها غير بلغة الجسد يلا قولي ايه شحال في نظارك يقدر يعيش سماك القرش هاذاك الروكان شحال يقدر يعيش كين واحد النوع ديال القرش اللي اسميته قرش غريلان يقدر يعيش الرابعميات عام الشريف تحضر لي تاولادك ولاد ولاد و سبحان الله علي والمعلومة اللي تقدر تكون مع عارفة و عن Dewة سنان ان ت Goddess احتسا بالأكل من السرعه Deus هاذيك الفgirl دياله فك ديالو سبحان الله علي كي خرج سنان شخصة القرش و كي خرج وهو يندبت عارفة جدادا من الداخل و كي فحشرون و ياوروا و كي تشعروا بحالك ماذاك قولو سماك القرش يقدر يبدل من سنة ف الحياة ديالها لا اصطمكم فالجو سماك القرش تسمت من يعيش عمردي كامل حسنه كان يبدل من سنة yelling 5000 سنة رقم خيالي وزيدك هذه الأسنان ديال سمك القرش ماشي بحال أسنان ديال الباشار الأسنان ديال الباشار أقوى بكثير من أسنان ديال سمك القرش كيفاش؟ ويلي أي شريف هو الفك دياله اللي قوي ماشي الأسنان دياله وزيد على ذلك أن الأسنان ديال القرش ما عندهش جو دور لو كنت تقلعها بسهولة